لمدة طويلة ولما جاءتوا لكم فوقسوط على سيليكسوانجيرين يصاب بإصابة مثل هذه اللي حتمنعه من هذا التربص إن شاء الله ما تكونش إصابة خطيرة باش يكون حاضر في مارس لكانت تتصور معنويات اللعب اللعب معنوياته كانت في الحاضر بعد علمه بنوعية ميدو نحن نقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صحيح أننا لما نشوف الإصابة نقول بأنه خبر سيء لبشير بن لومي الإصابة لم تأتي في وقتها ولكن هذا تقديره العزيزي الحكيم ميدو ممكن جدا أنه هذا الإصابة فيها خير كبير للعب ونحن نعلمه الآن نحن متضامنون معه مثلما تضامت معه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بشير بن لومي لاعب يحظى بإعجاب الكثير من الجماهير الجزائرية التي تتابعه في نادي هال سيتي وهو يبلي البلاء الحسن ويمتعنا كل أسبوع سواء بتمريرات أو بأهداف أو بمروغات نتمنى أن يكون ذاك الشبل من ذاك الأسد نقول له ابقى قويا إصابة أمر وارد في كرة القدم وإن لم تشارك هذه المرة ممكن جدا أن تشارك المرة القادمة إن شاء الله أن هذه الإصابة لا تكون خطيرة ولا يبتعد اللعب لمدة طويلة عن الملعب قاسي ساعد نتحدث أيضا عن حاج موسى في الوقت الذي تم إبعاده من المنتخب هاللعب صار يتعلق سجل هدفين في ظرف أسبوع واحد في دولة الأبطال واحد في الدولة البلجيكية أي أهداف أهداف جميلة بفنيات بمروغات وكأنه ربما حس بقرصة أذن لما أبعد عن قائمة المنتخب الوطني والله يا محمد على بالك المهنة عن ناخب وطني صعيبة كتير يوم ناخب الوطني كان مقتنع في الرواق الأيمن بمحرز بالطبع وباللومي اللي أدى يعني شهر تاع سبتمبر أو أكتبر في المستوى العالي مع فريق هول سيتي حاج موسى ولو ما عطينا له كثير الفرصة في المنتخب الوطني ناخداش حقه في المنتخب الوطني وحتى في فريقه يعني ما كانش يلعب بانتظام نعم اليوم من جموش يكملوا هول لعب مقابلة كبيرة مع فريقه والبارح لازم يكون في المنتخب الوطني لا المنتخب الوطني مش وار تلعب يعني كل المقابلات في نفس المستوى محمد مش يلعب مقابلة اليوم مستوى اليوم بعد خمس مباراة ما كانش غير موجه هو لا يلعب كثيرا مع ناديه لكن نتحدث عن حاج موسى كقيمة فنية الذين شاهدوه عن قرب الذين حضروا تدريباته مع المنتخب الوطني الجزائر الذين يعرفون هذا اللاعب ويتابعونه منذ مدة يقولون بأنه لاعب فنان لاعب مهاري لاعب يعرف وش يعمل بالكرة لاعب يقدر يراوغ لاعب يقدر يفك العقدة هذا ما يقوله المقربون الذين يتابعونه باستمرار أما مستوى مع النادي إن شاء الله نتمنى له الأحسن وسجل الأسبوع الماضي وسجل هذا الأسبوع إن شاء الله يواصل على نفس الملوان لأنه هذه قوانين كرة القدم يجب أن تبرز مع ناديك وتتألق في ناديك حتى تتلقى استداءة للمنتخب الوطني نعطيك محمد يعني معلومة اليوم الرؤية الاتحادية الجزائرية الكرة القدم ما هي الرؤية ديها الرؤية ديها مجمع جزائري اللي عنده مزدوجة جنسية خاصة في هذا السن هدايا مجمع اللعب جزائري مزدوجة جنسية يطلبوا منه باش يغير جنسية الرياضية إلى الجزائر يقولي لعب جزائري اليوم لما يكون عندك هذاللعبين 17-18 سنة ملي يحكي يغيروا الجنسية تحهم اليوم خير ملي يغير تستنع لما يقولي إنستار لما يقولي إنستار ما تقدر شو مع ذاتك تحاد تتعامل معه أنا شوفوا لابروف بركا تعليهم واسم الشركي ولا تعموناكو ما قدرناه شيئا أنه اليوم عندهم أسم كبير في الأندية ولكن هاتشو بنا 18 سنة يحب يلحب أمن توقعت خروجه من قائمة فيتكوفيتش وهو ما حدث فعلا هل كانت لديك معلومة أم أنه مجرد توقع بالنظر إلى مستوى اللعب أم ماذا لا ما كانت عندي حتى معلومة كان مجرد توقع لأنه تراجع مستوى أصبح لا يلعب كثيرا في ناديه نعم قابله تألق بشير بلومي كان المنطقي أكد أنه بلومي هو الأحق بالاستدعاء في الجهة اليمنى الآن بعدما لم يستدع تألق اللعب ربما كما قلت أنت قبل قليل هي قرصة أذن مفيدة لحاج موسى فقط كان ويشلي شنايدر نجم المنتخب الهولندي سابق تحدث عن حاج موسى قال أنه الجماهير تشتري تذاكر وتدفع أموال من أجل مشاهدة هذه النوعية من اللاعبين الفنيين يشاركون كأساسيين وليس على دكة البودلاء في المقابل كان فوندرفارت أيضا تكلم وقال أنه حاج موسى راح ضحية الفكر الدفاعي لمدرب ناديه قال أنه عنده كل إمكانيات من أجل التألق واللاعب كأساسي في أي فريق ولكن أرى ضحية الفكر الدفاعي والفلسفة الدفاعية التي يعتمد عليها مدرب هو كموهبة لا خلافة عليه لاعب فنان يحتاجه المنتخب لازال في بداية مسيرته هذا عامه الأول ربما في نادي من المستوى الأول في هولندا يجب أن نصبر على هذا اللاعب وسنرى ما الذي يمكنه أن يقدمه في المنتخب الوطني الجزائر وأنا نمشي مع قلس السعيد أنه في المنتخب الوطني لم ينفع فرصة كثيرة يعني ما نحن كجماهير ما كانت شعر لنا فرصة أن نشاهد حاج موسى كثيرا نشوفه يلعب نحن نحن مرة فقط لعب واقع كأساسي وللعب شوط واحد فقط بعدها ما شفناك حاج موسى جميلة أو في المنتخب معجبون جدا بمهاراته وفنياته يقول لك حتى في التدريبات يعمل أشياء جميلة جدا خلات المدرب في كل مرة رغم أنه ما يلعبش بصفة منتظمة معنادي خلات المدرب بيتكوفيتش في كل مرة يجدد فيه الثقة يجدد فيه الثقة ولو أنه لم يعطيه لحد الآن الفرصة كاملة كان في كل مرة سواء في الاحتياث أو يصعد إلى المدرجات لمتابعة المباراة لكن الشيء الجميل يميده في تشكيلة بيتكوفيتش أنه تحس بأنه فيه لعبين جدد فيه لعبين شباب بأنه المنتخب هذا يتجدد وهذه بالمناسبة من أهم النقاط المتفق عليها بين بيتكوفيتش والفاف منذ أن وطأت أقدام بيتكوفيتش أرض الجزائر اتفق مع وليد صادي على ضرورة ضخ دماء جديدة في المنتخب هذه سنة الله في خلقه المنتخب حتى لو يكون يفوز ويقدم نتائج باهرة يجب في كل مرة تطعيمه بلاعبين شباب لأنه لا يمكنك أن تبقى تعتمد على نفس الجيل لأكثر من أربعة خمس سنوات وأعتقد بأن الخطأ الذي ارتكبناه من 2019 إلى 2024 أننا بقينا نعتمد دائما على نفس اللاعبين حضور لعبين شباب يعطيك عدة ميزات يا ميدو في الفريق أولا تبعث المنافسة ما تقتلش المنافسة لما يبقى نفس اللاعبين نفس التشكيلة وكأنك تقتل المنافسة في الفريق لعبين الشباب هم مستقبل المنتخب اللي لم يشاركوا في كاس إفريقيا 25 سيشاركون في 27 في 29 لعبون الشباب هم الطاقة الإيجابية صحيح أننا نحتاج اللاعبين خبرة ولكن حماس الشباب أحيانا هو الذي يكسبك المباراة أعتقد بين أهم النقاط الإيجابية التي جاء بها بيتكوفيتش هو محاولة ضخ دماء جديدة في الفريق محاولة بعد المنافسة محاولة تجديد الفريق من خلال إقحام بعض الشباب نعم تم تجرب العديد من نعم لم يتم تجرب تم استدعاء العديد من الأسماء الشابة لدخلته وخرجته من القائمة كان لي لعب كان لي ما لعبش كان لي لم يلعب مثل كما بأنا لي لم يلعبش وقت نحام القائمة كان لي ما استفدش من الفرصة وبقى في القائمة تبقى خيارات ناخب الوطني سيليس بخومي الدرنيا الاسبونسابل سور لفولي تيكنيك أبخير دماء بعيد شرسي سامار شباسي سيسلوي كيفاسوتي اليوم هذه خيارات يجب أن تحترم نعم نتائج الحد الآن تمشي معه هزيمة وحدة فقط منذ قدوم الرئيس المنتخب الوطني ما بخير شاهدنا كثير من تغييرات ميدو مثلا بليلي كان أساسي فوق العادة تمت إزاحته من منصبه محرز كان أساسي فوق العادة شاهدناه في الاحتياط في المباراة الأخيرة في وسط الميدان كنا نلعب بفاغولي وبالناصر الآن على كل حال إصابة شاهدنا ضخ بعض الدماء الجديدة في وسط الميدان شاهدنا بوداوي يلعب أساسيا للأسف شديد شاهدنا زرقان أيضا قدم أداء مقبول في المباراة الأولى في المباراة الثانية لم يكن في المستوى المطلوب شاهدنا أيضا فارسي على الجهة اليمنى شاهدنا حجام أيضا ينافس أيت نوري شاهدنا قندوز نعم لا ما كانوش يلعبوا ميدو فارسي متلعب فارسي اسم جديد